في متحف العلوم بأرشليم القدس يقام حاليا معرض حول حياة وأعمال العالم البريطاني ألان تيورينغ الذي يعد من وضع أسس بناء أول حاسوب وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ولادته مرسلنا أشريليا سيزار المعرض وأعد التقرير التالي متحف العلوم بأرشليم القدس نظم معرضا لستة عشر فنانا حول حياة وأعمال عالم الرياضيات والفيلسوف البريطاني ألان تيورينغ الذي وضع حجر الأساس لبناء الحاسوب الأول معرض ينظر في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الحواسيب في حياتنا المعاصرة تيورينغ كتب في العام 1950 بأن العقل البشري يتشابه بطريقة عمله مع طريقة عمل الحاسوب ولذلك ليس هناك أي سبب بأن لا يكون بمقدوره محاكاة عمل الدماغ المعرض يطرح العديد من التساؤلات حول العلاقات بين الحاسوب والإنسان اليوم ذهبت مصيبة سمنية شئلة هي مصيبة أيديشه السود של مصاب نتون لפרشنوتهم של الأممانين كمובן بالنيناميكة بين מחشبين لبناء دام وساما سمنية شئلة هايم ذا אומר بمهد שהمخشبين הולכين بنيم יותר وיותר انتليجنتين هايم ذا אומר שב�ني אדام بنيم יותר وיותר من مكانين بقي أن نذكر أن المعرض نظم بمناسبة مرور مائة عام على ولادة العالم البريطاني ألين تيرين اشتركوا في القناة